السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدتي مغاربة كنت من نام الله كل شيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة مباشرة من مدينة سخيرات مدينة سخيرات تكتعرف واحد الحركة غير عادية مرحلة انتقالية القضاء على دور الصافح بعملة سخيرات تمارع عملية الهدم متواصلة بمدينة تمارع وكذلك بمدينة سخيرات والوجه دائما مشروع البساتين ومشروع ميموزا وباقي الجنبات حملات متواصلة لرجال الدرك الملكي بنقاط متفرقة بمدينة سخيرات ولعل ابرز النقاط لكتعرف هذه الحركة كبيرة حملات متواصلة مشروع البساتين ميموزا حيل فتح المعروف بالعرجة مركز المدينة نقاط متفرقة فكنت من نام الله الخير والتيسير والساكنة اللي التحقت مؤخرا بالمشاريع الجديدة كانت من نولها الصحة والعافية وبالرزق الوافر يدخلوا علم الشقاق ديالهم دائما من قلب مدينة سخيرات مجهودات كبيرة لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة هنا مدينة سخيرات واللي اكدوا لكم انه عملية الهدم متواصلة في مجموعة من النقاط ولعل التوقف القادم بمناسبة عيد الفطر فمن بعد هذا الفطر ان شاء الله ستستأنف العملية الهدم ربما في الايام او الاسابيع القليلة القادمة سيتم تسجيل سفر بالراكة بعمالة سخيرات مارا فانتمنى من الله الخير والتيسير للساكنة ديال دور الصافيح والله يفرج على كل واحد اللي كان بغير نأكدوا عليه حاجة اخرى هو ان العملية ديال تسليم الشقاق متواصلة بالمشروع ديال الباساتين ومشروع الريف ومن المحتمل انهما بعد العيد ان شاء الله غير يبدأ تسليم ديال الشقاق ديال مشروع الياسامين ومشروع الرياحين ومشاريع اخرى كمشروع الكرامة انتمنى من الله الخير لمدينة السخيرات والساكنة ديالها المدينة غتعرف مجموعة من التغييرات والخير للقدام كيف ما كان قوله وكنتمنى من الله ان المجلس البلادي بمدينة السخيرات يتحرك في هذا الباب هذا ويوقف جنب الساكنة وانتمنى من الله نشوفه فضاءات نشوفه مرافق نشوفه امور اللي كانتتعلق بالجماعة ديال السخيرات باش الامور تكون واحد المواكبة تكون واحد الموازنة فضل هذه المرحلة الانتقالية التي تعرفها في مدينة الصخيرات أكيد المدينة محتاجة الملاعب للقرب محتاجة توفير فرص الشغل محتاجة الأسواق نموذجية وإن شاء الله سيكون الخير في القارب العاجل كأنه هو بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها رجال الدارك الملكي من أجل الحد من الجريمة أو للقريساج أو مختلف الأمور التي صراحة ما كانت منها وش نشوفها هذا هو اللي كان فكنشوفهم جهودات كبيرة الله يصخر الأمور دائما من قلب مشروع البساتين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة